اخبار الرياضة اهلا بكم واصل منتخبون الوطني الاول لكرة القدم برنامجه التدريبي في معسكر فرانكفورت ضمن الفترة الثانية من البرنامج الاعدادي استعدادا لمواجهة استراليا في الثامن من شهر يونيو المقبل وعمد المدير الفني السيد فان مارفك على تقسيم الحصة التدريبية لفتراتين صباحية ومسائية وبدأ السيد بيرت فان مارفك بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية المتنوعة التي ترقزت على لعب الكرة السريعة وتطبيق العرضيات المثالية من جانب اخر استبعد مدرب الاخضر مهاجم المنتخب نايف هزازي للاصابة على ان يختار بديلا عنه في وقت لاحق يسعى منتخبون الشاب مساء غدا تعويض خسارته في افتتاح منافسات كأس العالم للشباب امام السينيجال بهدفين دون رد حينما يواجه المنتخب الاكوادوري لحساب المجموعة السادسة وعمد مدرب الاخضر الشباب سعد الشهري في التدريبات الاخيرة على تلاف الوقوع مجددا في الاخطاء الدفاعية في المباراة السابقة والعمل على تفاديها واحياء الامل ببلغ الدور الثاني بتحقيق نقاط اللقاء خصوصا وان خصمه يسعى هو الاخر لتحقيق الفوز بعد تعادله في الجولة الاولى امام المنتخب الامريكي بهدفين بهدف عفوا لمثله وضع الهلال قدما في دور الثمانية من بطول الدوري ابطال اسيا بعد فوزه على استقلال خوزستان في ذهاب دور الستة عشر من البطولة بينما الاهل في مهمة صعبة بعد التعادل على ارضه مع الاهل الاماراتي التفاصيل في هذا التقرير نتابع حول فريق الهلال تأخره بهدف امام مضيف استقلال خوزستان الايراني الى فوز بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دور ابطال اسيا لكرة القدم حيث تقدم حسن سعيد لاستقلال خوزستان في الدقيقة الثانية والاربعين ثم عاد لعبدالرزور النتيجة في الدقيقة الثانية والخمسين واضاف كارلوس ادواردو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة السابعة والخمسين بهذا الفوز وضع الهلال قدما في دور الثمانية من البطولة اذ يحتاج للتعادل او الفوز باي نتيجة او الخسارة بهدف النظيف في مباراة العودة ليصعد للدور التالي اما هناك في جدة فقد تعادل الاهل على ارضه مع ضيفه الاهل الاماراتي في نفس المرحلة من البطولة الاغلى اسيويا الفريق الضيف اهل دبي كان الاخطر منذ بداية اللقاء والبادئ بالتسجيل في الدقيقة العشرين عن طريق اللاعب خميس اسماعيل لكن الاهل استطاع العودة بالنتيجة قبل نهاية الشوط الاول بسبع دقائق عن طريق اللاعب عبدالفتاح عسيري لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لمثله وفي الشوط الثاني فشل الاهل في ترجمة الفرص الخطيرة التي اوتحت له حيث افتقد الراقي لابرز لاعبيه هدى في الفريق السوري عمر السومة الذي غاب عن المباراة بداعي الاصابة وقعت ادارة نادي الباطن في العاصمة الاماراتية ابو ظبي مع المدرب البرتقالي جواكيم ما شادو لتدريب الفريق الاول الموسم المقبل ويأتي البرتقالي خلفا للمدرب الوطني خالد الجروني الذي تم ابعاده بعد مباراة الملحق امام نجران التي كسبها بمجموع المبارتين وبقي النادي في دور الاذواء ومن جانب اخر اعلن الحساب الرسمي لنادي الباطن في تويتر عن توصل النادي لاتفاق من اجل تمديد التعاقد مع لاعب الفريق عبدالله الجوعي لموسم مقبل